سيطرة الى اهداف لكن عموما المناخ لأي فريق يمكن هو المؤثر شوية الناس اصطلحت على جزئية او فكرة قط اللبس قط اللبس يا جماعة ترجمة او اختزال لفكرة اجواء الفريق عمتا جزء من مكون هذا المناخ الاعلام والاعلام الحديث كمان منه اكثر تأثيرا وانتشارا انك فكر ان انت فجأة تستهدف مدرب تستهدف لاعب تفضل تزن تسحب الثقة تهز الارض من تحته يبدأ يتوتر تبدأ القرارات تبقى غلط تبدأ النتائج تسوق تبدأ المطالبة فلان يمشي واعتقد ده سيناريو بيحصل كتير الفترة الجاية نتيجة للتحولات اللي حصلت في بعض الاندية هتلاقوا فيه الاسهم بتاعة الرأي العام الاعلامي بالذات اتجاهاتها رايحة في سكة تانية واتجاهاتها رايحة ضد الاهلي عشان كده مش من فراغ اللي انتوا شفتوه اليومين اللي فاتوا بس نرجع ونقول لهم طب جددوا طب جددوا انت بتشتغل بنفس المنافستو القديم شغال بنفس الكاتالوج اللي فات تبدأ تستقوى احنا فاكرين احنا قبل كده عرضنا فاكر من 3-4-5 سنين عرضنا صور من شات بين بعض الاعلاميين مع بعض المدربين والاداريين انه لا مش هنسيب فلان يلعب لا تطمم بس خلي مش عارف ايه بقى كام وهكذا ده سيناريو يا جماعة بيتعمل الفترة الجاية الاهلي حيبا مستهدف وباقت بانت ملامحها ظهرت بدر شوية هعرض لكم مجموعة من رشة كده عامة واسوى ما في الاعلام الاعلام دلوقتي كله بياخد من بعضه ارميها وخمسين واحد هيمسكوا فيها تبصت ده الكلمة اللي ترمت في موقع لفت على كل المواقع اتخدت على كل البرامج نزلت في كل الجرايد تلف اللفة بتاعتها كاملة في خلال 24 ساعة وما حدش بيدور على بدأت منين ومين كان السبب وايه مدى دقة المعلومة او صحتها اللي بيحصل ده جزء من استهداف للاهلي امانتنا هنا ومسؤوليتنا هنا عن الفريق وعلى النادي تحتم ان احنا نقول لجمهورنا لا خدوا بالكوا جدا خدوا بالكوا لانه في ناس لسه متضايق او ان امام عشور جيلاهلي وفي ناس هتعمل كل ما في وسعها علشان تفشل تجربة انتقاله للاهلي لدرجة انه اسمع حد منه يقولك هو هيبقى زي وزي غيره من اللي راحوا من الزمالك للاهلي وما عملوا ايه فتبدأ تسأل طريق السعيد خد كان بطولة بين الاهل والزمالك فتلاقي لعب في الاهلي سنتين ولعب في الزمالك طول عمره بطولاته مع الاهلي اكتر قيمة وعدد لعب كاس عالم مش بلا لعب كاس دهوة وصدين خدوا او سيمة اه في السنة ونص اللي لعبوها حتى فكرة وخد اين وخد كل الناس عدد البطولات اللي حقوا مع الاهلي اكتر بكتير رغم ان هي مدد اللعب كانت اقل عما سبق لكن عايزين يضيفوا امام عشور على الخان اللي يعتقدوا انها سلبية وحيضغط عليه كتير لازم ان هو كمان ياخد باله ده واحد عنده قدرات الاهلي اهتم انه يجيبه وهو ساعة انه ييجي الاهلي فكانت الرغبة مشتركة ولعب عنده قدرات والاهلي دفع فيه فلوس كتير وممثل اضافة مهمة للفريق شوفوا قبل ما التعرير بتاع الرانين المغناطيسي يتعمل فيكشف الحقيقة قبل الرانين شوفوا هذا الرانين الاعلامي هقوله لكم سريعا عشان تشوفوا الدنيا ماشية زي هتلاقي الوفد كولر يهدد بتجميد امام عشور ومدير القرى يفشل في احتواء الازمة كولر يهدد بالمناسبة رئيس سحرين الوفد هو رئيس سحرين مجلة الزمالك عشان اقرب لكم المسافات بس عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشي ازاي انتوا سمعتوا كولر هدد بتجميد امام عشور شوفتوا دياب اللاها عليكم الرجل في المؤتمر الصحف انتوا سمعتوا قالك انا شايف ان التمرينة بتاعته مش هي بيزوك وعشان كده هكشف عليه طيب تتعامل اشعة رانين مغناطيسي فيزبط انه فيه التهاب وفيه رشح في الانكل جاب منين انه كولر بيهدد بتجميده كمان عشان خد بقى من النوعية دي فيتو حقيقة خلافات كولر مع امام عشور قبل لقاء سانداونز قالك كشفت مصادر داخل الاهلي حقيقة وجود خلافات بين مارس الكولر المدير الفني واضافت لا توجد خلافات تماما قال لا يعني هو في الاول كشفت مصادر لا كشفت الحقيقة بص كشفت مصادر داخل الاهلي حقيقة وجود خلافات بين مارس الكولر المدير الفني يصد حقيقة الخلافات وامام عشور اضافت اللي هي المصادر لا توجد خلافات تماما بين كولر وامام عشور كويس وما تردد بشأن هذا الامر عارن تماما من الصحة يعني فيه امانة في النقل هو حتى وان كان فيه تجهيل للمصدر ماشي واوضحت اللي هي المصادر امام عشور لم يكن جاهزا بدنيا لمواجهة سيمبا التنزياني الاخيرة وفضل الجهاز الفني عدم اشراكه اساسيا واللعب لم يفتعل اي ازمة كما تردد وقالت امام عشور عنصر مهم داخل الفريوة سيكون احد الاوراء المهمة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني طيب اذا فيتو بتنفي تماما ما ذكرته الوفد موقع كورة يكشف كواليس تصرحات كولر الجدلية عن امام عشور قولوا لي فين الجدلية اللي فيها الراجل قالك انا لاحظت انه بيزق وبالتالي احتاجت انه يعمل اشع عشان نشوف ايه الوضع الطب بالنسباله وثبت بالرنين المغناطيسي انه لسه مصاب وانه لم يكتمل شفاه هو اشوف انا اقولك عاجل لان الراجل ده دغري شوية ودائما عايز يذكر حقائق فهو مما جات سيرة امام عشور قال لهم لا يؤدي في التدريب بشكل مية في المية هنكشف عليه لو كان سليم حزعل منه قال لو كان سليم لكن ما قالش حزعل منه قال لو كان سليم مش هيلعب الا زقاد ده مية في المية مش علاق ما قالش هو كمان اما فيش لاعب حيلعب الا زقاد ده التمرينة هي الاساس هو عاجل تطمن هو سليم ولا مش سليم يعني ايه السر لانه هو شايف ان امام من يوم ما جاء في موتال جدية فمستغرب ليه اداءه مش مش مية في المية فاكتشف انه مش سليم بس ديه تاخدنا بقى تاني للجهاز الطب اللي مدوخ الراجل ده لها الوقت مش عارفين نستقر على آلية طبية حاسمة طيب دخل بقى على الصورة احمد عبدالقادر واحمد عبدالقادر لعب مهم ولعب مهوب ولعب صاعد وعنده قدرات كبيرة مفيش خلاف كده بس ما هو كل مركز يا جماعة لو بصيته هتلاقي الراجل مرتبهم يعني لو قلت مين اللي حيلعب في المكان ده هيقولك انا عندي مثلا في ناحية الرايت رقم واحد عندي بيرس تاو رقم اتنين ممكن يكون مثلا حسين الشاحات لو ما لعبهوش في الليفت او ريدة سليم لو ما لعبهوش في الليفت يعني الاتنين بيلعبوا في المركزين يجي في المستوى اللي بعد منه فيه كريست وفيه طاهر برضو نفس الترتيب وبعدين نلاقي الناس زعلانة من اللعب فلاني فلاني ما هو انت مش هيبقى عندك التلاتين لعب مسترة واحدة القدرات هتتنوع مية لمية فانت رفض سين خد بالك انه مش كلهم هيبقوا صاب هيبقى فيه اختلاف في القدرات من المؤكد عشان كده بيبقى فيه تصنيف للعيبة في كل مركز عنده هو الراجل كمدير فني لو مفيش واحدة هيبقى التاني لو مفيش التاني هيبقى التاني وحسب المباراة صد زبراهيم خطوة